قامت أستاذ دا ثيني في طور الثانوي بالعاصمة بالاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية وطالبت بمقابلة المسؤولة الأولى عن القطاع وذلك بعد صدور قرار بتحويلهما من المؤسسات التربوية التي كانت تدرسان بها إلى مؤسسات أخرى بعيدة عن مقر سكناهما وكل هذا دون إحالتهما على مجلس تأديب أو حتى إظهار سبب لتحويلهما وأكثر من ذلك اتهمت المسؤولة الأول عن مديرية التربية بالجزائر وسط بيتشهير بهما